بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين معكم الأستاذ بشان عبد النور مرحبا بطلبتنا الأعزاء إذا الاستكمال المحاضرة بالإضافة إلى ما تحدثنا عليه عنه الأستاذ جبارني نطرق الآن إلى التاجر بمعنى بعدما تحدثنا على كل الجوانب الموضوعية المتعلقة بالمعاملات اللي يقوموا بها العديد من الأشخاص سواء أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية ذلك ننتقل للأشخاص في حد ذاتهم بمعنى كل شخص يقوم بهذه الأعمال ما هي الصفة التي تطبع عليه وبالتالي عنا طرفين في المعادلة هي العمل تجاري في حد ذاته والطرف الآخر من يقوم بهذا العمل سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي إذن كل شخص يقوم بالعمل التجاري يسمى تاجر ولذلك جاء المشرع الجزائري في أول نص أو في أول نص قانوني في المادة الأولى من القانون التجاري لجاء نظم هذه الفئة ككل جاء يتحدث على تعريف للتاجر إذن تعريف التاجر كل شخص وليس كل فرد بمعنى كل شخص سواء شخص طبيعي معنوي يمارس أو يباشر تجارة أو يباشر أعمال تجارية على سبيل الامتهان ومن هنا نستخلص نقاط أساسية أو خصائص أساسية يجب أن تتوفرها في الشخص هذا باش نقوله عليه بأنه تجر الشرط الأول وهو القيام بالأعمال التجارية بمعنى كل ما ذكرنا من أعمال تجارية بحسب الموضوع وبحسب شكلها وبالتباعية وحتى المختلطة كل شخص يقوم بهذه الأعمال يُعطى له صفة التجارة ثم يقوم الشرط الثاني وأنه يمارسها على سبيل الامتهان بمعنى يباشر العمل مشيق مباشرة يقوم بعمل تجاري وإنما يباشره بمعنى يحذر له تحضيرا ويعد المكان إلى غير ذلك ثم يقوم بمزاولته يوميا إلى درجة أن يطبع لدى الذهن الغير لما جمهور سواء أشخاص مدنيين أو أشخاص تجاريين يطبع في ذنهم بأن الشخص هذا يحترف عمل تجاري يعطي له صفة التجارة إذن النقطة الثالثة أو الخاصية الثالثة يجب أو يشترط فيه أن يقوم بهذا العمل لصالحه باستقلالية تامة وليس لصالح الغير طيب هذا التاجر الذي قام بالعمل تجاري وتوفرت فيه هذه الشروط لا بد أن يتوفر فيه شرط أساسي وهو الأهلية الأهلية في القانون التجاري لم ينص عليها ولكن إذا لم نجد في قانون خاص يجب أن نروح إلى القواعد العامة القواعد العامة عندنا القانون المدني القانون المدني حدد سن الرشد سعطاء السنة كاملة غير منقوص منها يوم واحد طيب في حالة أن القاصر هذا أو شخص قاصر أقل من سعطاء السنة قام بعمل تجاري إذن القصر يجوز لأقل من سعطاء السنة أن يمارس العمل التجاري بشرط أن يكون قد اكتمل سن 18 سنة كاملة بعد إخذ إذن من الولي تاعه سواء الأب أو الأم أو المجلس العائلة أو حتى بالنسبة للقضاء في حد ذاته ولكن هذا السن أو هذا القاصر يقوم بالأعمال التجارية في حدود التصرف بنقل الملكية بالنسبة للمنقولات دون العقارات بينما بالنسبة للعقارات يمكن له القيام باستغلالها أو استعمالها أو التصرف ولكن دون أن يخرج الملكية من ذمته برهنها أو بتأجيرها بمعنى تعود عليه بما يعود عليه بالفائدة بالنسبة للأجنبي طالما أن المعاملة التجارية داخل القانون أو داخل الإقليم الجزائري فهو يخضع للقانون الجزائري وبالتالي سن الرشد سعطى السنة كاملة ننتقل إلى مسألة التزامات التاجر إذن كل شخص تاجر مارس عملا تجاريا انتقلت بسبب مارسة العمل التجاري طبعت على شخصيته صفة التاجر سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي هنا أصبح أو دخل إلى مرحلة ثالثة وهي أنه سيدخل إلى عالم التجارة عالم التجارة أو عالم أو مجتمع التجار هذا نظمه المشرع الجزائري بعدما اعتبره تاجر ألزمه بالتزامات التي تقع على كامل التجار مثله ومثل غيره طيب من أهم الالتزامات التي يقوم بها هي مسك الدفاتر التجارية مسك الدفاتر التجارية لديه عدة فوائد فيما بعد نذكرها أهمية أو الأنواع الدفاتر التجارية هناك دفاتر إلزامية وهناك دفاتر اختيارية إلزامية من المصطلح إلزامية بمعنى في حالة عدم مسك هذه الدفاتر التجارية ترطب عليه مسئولية مدنية ومسؤولية جزائية ولكن إذا تمسك بها يمكن أن يحتج بها في مواجهة الغير فيما بعد هذه الدفاتر الإلزامية لدينا دفترين أساسيين وهو دفتر اليومية أو من المصطلح دفتر اليومية بمعنى أنه يجرد فيه كل المعاملات اليومية سواء من مداخل أو شيء يخرجه كما نقول ما خارج يوميا بصفة منتظمة وإلا وإلا ما عنده احتقم هذا الدفتر التجاري طيب ثم عدنا الدفتر الآخر وهو دفتر الجرد دفتر الجرد أيضا من اسمه جرد بمعنى يقوم بعملية الجرد السنوي لكل مداخله ومخارجه وكل ما بقي له من ذمة أو لدى الغير من أموال في ذمة الغير أو في ذمته طيب ننتقل إلى دفاتر الاختياري وهنا المشرع الجزائر دفاتر أن يسميه اختيارية بمعنى لدى التاجر مطلق الحرية أنه يستعمل هذا الدفاتر سواء دفتر واحد أو زوج أو من أو حتى يخلق دفاتر أخرى بالنسبة إليه ما يهمنا بالنسبة للمشرع أنه كل ما اجتهد هذا التاجر في تنظيم عمله التجاري كل ما كان جديرا بالثقة وأهلا لممارسة التجارة وبالتالي لأنه طالما تجارة قائمة على الثقة والاعتمار من بين هذه الدفاتر كأن الدفتر المسودة كأن الدفتر كبير هذا يذكر فيه جميع المعاملات المتعلقة بالزبائن والناس اللي سالهم هو أيضا المسودة بريون كما سموها أيضا باش يحافظ على نظام هذه الدفتر تاوي يكتب فيه دفتر ما لقري يعني يصحح أو يزيل إلى غير ذلك ولكن فيما بعد ينقل هذه المعلومات إلى الدفتر بحيث تكون الدفتر اللي تكون في المواجهة مع الجمهور سواء التجار أو غيرهم تكون دفتر منتظمة يجوز الاحتجاج بها مستقبلا أيضا دفتر الصندوق يسجل فيه جميع المداخل اليومية أيضا دفتر المتعلق بالرسائل أي إعذارات أي فواتير إلى غير ذلك كل ما يتعلق بمعاملته مع التجار على الخصوص يضعه في هذه الدفتر وله مطلق الحرية في يوظيف ما يشاء المهم يتقيد بالدفتر الإلزامية والاختيارية له الحرية في ذلك إذن في حالة أن هذا التاجر لم يقم بتنفيذ التزامات لإنصح القنون التعاقدية لما دخل في مجتمع التجار بإسباغ هذه الصفة أنه يرتب عليه جزاءات هذه الجزاءات منها ما هو ذات طبيعة مدنية وما هو ذات طبيعة جزائية إذن ذات طبيعة مدنية بمعنى مرتبطة بالمعاملات التعو مع الآخرين وهم إما تجار إما أشخاص مدنية وبالتالي فإنه أي شيء يلجأ إليه من أجل إثبات ربما ديونه لدى الغير ما عندوش غير تلك الدفاتر التجارية إذا كان الدفاتر التجارية غير منتظمة فوضى في فوضى على أي أساس فيما بعد يحتاج بها لدى الجمهور لأنه غدوة إذا طورح النزاع أمام القضاء ثم عارضه على القاضي ومن بعد القاضي يعين الخابير والخابير لما ينظر في الدفاتر التجارية يلقى فوضى في فوضى أحيانا يقوم بمعاملة يسجلها أحيانا يقوم بمعاملة يحط لأشماء تاريخ أحيانا يشطب أحيانا إلى غير ذلك إذن ربما يعاقب بطريقة غير مباشرة أنه يحرم من استعمال تلك الدفاتر التجارية في مواجهة الغير وبالتالي ربما يكون عنده حقوق لدى الغير ما يقدرش يستوفيها نظرا لربما منقوله السؤالية تعوي ولكن نظر الإهمال تعوي والمشرع الجزائر يحرص على أنه يكون تاجر داخل المجتمع التجاري يجب أن يكون تاجر ملتزم بش يكون جدير بالثقة أيضا إذا ترتب عليه هذه أو إذا لم يلتزم بمسك هذه الدفاتر التجارية ترتب عليه مسؤولية جزائية وهنا المشرع الجزائري يريد أن يوحي إلى التاجر بأنه إذا دخلت في مجتمع التجاري قائم أساسا على الثقة لابد أن لا تخل بالثقة حتى ولو كان بإهمال منك إذن هذا التاجر الذي لا يكون منظم نقول هنا تاجر أساء إلى المهنة وبالتالي يعاقب حتى إلى درجة الإفلاس بالتقسير لأنه قصر في المعافي ضبطه لهذه الدفاتر التجارية وبالتالي خلق وضعية توقف عن الدفع لما يستحق الدين الغير عليه يصل إلى حالة توقف عن الدفع بسبب هذا الإهمال وبالتالي ما نقدره نضبطه أو نثبطه أموال الناس لدى الغير أو بالحالة العكسية هذا يعاقب عليه المشرع الجزائري بالإفلاس بالتقسير قصر في الالتزام بالنظام هذه الدفاتر التجارية ثم إذا كان أكثر من ذلك إذا كان تعمد أنه يخلق ربما فواتير وهمية أو تعمد حتى هذا التقسير في حد ذاته في الحالة هذا يعاقب بالإفلاس بالتدليس كليه ما تبقى نصف مدى الثمية والسبعين والمدى الثمية والثلاثة وثمانيين من القانون التجاري وقانون العقوبات إذن حجية الدفاتر التجارية في الإثبات تحدثنا عنها قبل قليل بمعنى أنه يجوز أن يحتج بها في مواجهة الغير لإثبات حقوقه لدى الغير وفي نفس الوقت في المقابل حقوق الغير لديه لأننا الأصل لدينا قاعدة استثنائية لدينا القواعد العامة في القانون المدني أي شخص لا يجوز له أن يستنع دليل لنفسه ولكن القانون تجارينا دايما لما ندرس لكم ونقول لكم قانون خاص بمعنى عنده نوع من الخصوصية على القواعد العامة وبالتالي في هذه الجزئية يجوز للتاجر أن يخلق دليل لنفسه ولكن ليس أي دليل وإنما الدليل لكون منظم وفق ما نص عليه المشرع الجزائري حسب الدفاتر التجارية إذن هذه الدفاتر يحتج بها لدى في مواجهة التجار وبالتالي المشرع الجزائري منح السلطة للقاضيين ويعين خبير ثم يقارن ما بين دفاتر التجار ويخرج بنتيجة إذا كان ما عنده دفاتر غير متظمة يستبعدها ويخسر خالقه وثم كان بالنسبة للأطراف المدنية هنا لا بد أن يكون تعامل معهم في إطار معاملة تجارية بمعنى باع المونتجات تجارية وأن لا يفوق الدين مئة ألف دينار زائري إذا كان أقل من عشر ملايين سنتين يعني مئة ألف دينار زائري يمكن أن يثبتها بدفاتره التجارية ولكن ليس بالدليل المطلق كما هو في المعاملة مع التجار وإنما على سبيل أو تعتبر كقارينة من القرائن اللي يعتمد عليها القاضي والقاضي له السلطة التقديرية في أن يعتمد هذه القارينة بصفة مطلقة أو بصفة جزئية أو حتى استبعادها نعود إلى النقطة الأخيرة وهي القيد في السجل التجاري كل شخص تاجر سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي المشرع الجزائري وضع له إجراءات نسميها شكلية ولكن ليحقق تثبيت ربما المعاملة ما بين الدولة كدولة والمؤسساتها مع هذا الشخص التجر إذن خلق له المشرع الجزائري ما يسمى بالسجل التجاري وهو قائم عليه المركز الوطني السجل التجاري في كل ولاية كين فروع تمنح شهادة إن صح القول فورميلير معين يتعلق يسمى بالسجل التجاري يوضع فيه اسم التاجر مكان القاعدة التجارية تاو مالكها صفته كشخص طبيعي أو شخص معنوي بالإضافة إلى الأعمال اللي يقوم بها كربما استيراد أو إذن نوع العمل التجاري في حد ذاته والغاية من التسجيل هذا أو تسجيله في قيده في السجل التجاري الغاية منه معرفة هذا الشخص شكوهون إذا كان صرا نزاع لما نلتجه كيف نعرف المعلومات المتعلقة به إذن نحوص نقاضيه جزائيا ما عندي حتى معلومة إلا اللجوء إلى السجل التجاري ليعطي لي كل التفاصيل المتعلقة بهذا التاجر من اسمه ولقبه وموطنه وحتى صفته لأنه ينعذر صفة إذا كان شخص معنوي نعرفه حتى نوع الشركة هل هي ذات الشخص الوحيدة ذات شخص معنوي وتساوم آه عفواني وتعلق بشركات التضامن إلى غير ذلك ثم أنه من خلال السجل التجاري نسجل نقطة لتعلق بتثبيت الإشهار لدى الغاية بمعنى أننا نقول المجتمع ككل سواء تجار أو غير تجار بأن هناك شخص قد دخل إلى عالم التجارة وبالتالي تثبتنا مسألة الإشهار آثار القيد في السجل التجاري هنا نتحدث عليها فيما يتعلق بالإشهار الجزاءات المترطبة على عدم القيد في السجل هناك جزاءات قد تكون جزاءات مدنية وبالتالي لا يمكن إثبات أو تمسك بنعدام السجل التجاري هذا في مواجهة الغير قال أنا ما عندي السجل التجاري إذن المشرع الجزائري يلزم بضرورة تمسك بضرورة تسجيل اسمه في سجل تجاري باش نعطي له الصفة التاجر وبالتالي باش يقدر يتعامل مع الغير بهذه الصفة ثم عدنا الجزاءات الجزائية ويتعلق الأمر بعدم التسجيل في السجل التجاري هنا عدنا المواد من 26 لغاية المادة 28 تنص على أن الغارامة ما بين 5000 إلى 20 ألف دينار وفي حالة العودة تضاعف مع إمكانية الحبس من 10 أيام إلى 6 شهر عدنا إذا قام التاجر بسؤنية بتسجيل بيانات غير صحة وغير كاملة لكي يهم الغير لا يقدروا تتبعوه إلى غير ذلك وهنا الغارامة ما بين 5000 إلى 20 ألف دينار تقريبا نفسها ودرجة الحبس تصل إلى من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين طيب أيضا يستطيع إذا ارتكب فعلا يتعلق بتزييف أو تزوير شهادات تسجيل في السجل التجاري العقوبة تتراوح من مليون سنتيمة 10 ألف دينار إلى 30 ألف دينار والحبس 6 أشهر إلى تسنوات وذلك حسب نص المادة 28 من القانون التجاري وبذلك حاولنا قدر الإمكان أن نعطوكم أهم النقاط الأساسية لتتعلق بالقانون التجاري ما يهمنا كملاحظة أخيرة هي أن المشرع الجزائري أراد من خلال جميع النصوص قانون تجاري كقانون خاص أو حتى نصوص خاصة خرجت من القانون التجاري أن نجسد مسألة حماية الثقة والائتمان التي لا بد أن تتوافر في أي تاجر مهما كانت صفته لكي يحقق لنا تجارة نظيفة وذات أثر في الاقتصاد الجزائري بصفة عامة وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وفقكم الله في دراستكم المستقبلية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة